أول صورة الفنانين أحمد ميكي ومحمد رمضان الاثنين اليوم يعني ترند وعدهم مسلسلات ناجحة والاثنين بيغنوا بيمثلوا انتي ميالة لمن فيهم انه تمثلين ويا أي فنان حسب الدور يعني حسب الدور المناسب فيه دور يناسب ميكي فيه دور يناسب رمضان المهم الفنان يكون مناسب للدور انا بمثل مع كل الناس احنا سمعنا انت رفضتي ان تشتغلين ويا محمد رمضان بأحد المسلسلات لم يعرض عليكي لم يعرض علي أصلا معرفش بيجيبوا الكلام ده منين ساعات حاجة كده كده بتتقال بعدين الناس تبني عليها يعني محدش شاف انه انا بقول ده يعني دلوقتي كل شيء مثبت وموجود على اليوتيوب طيب لو ده حقيقي طلع الفقرة اللي انا بقول فيها كده طيب شو انت نصحين انا بحب كل الفنانين وادافع عن كل الفنانين من كل قلبي ومعنديش اهتراد على اي فن طينا النصيحة لكل واحد بيهم بمشوار الفني حاليا هم نكحين ومش محتاجين النصايح انا اصلا بكره النصايح هم اتنين نكحين جدا فنانين كبر بس انا مثلا بحب رمضان كممثل اكتر منه كمترب هو ممثل رائع ميكي كوميجان جامد جدا 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 طيب هاي صورة ارضوها السبع دي نرجع هاي صورة انتشرت على السوشال ميديا جدا بينتش انتي ويسرى وانقال انه صار خلاف كبير وخناء بان يسرى وإلهام شاهين شنو حقيقة هذا الموضوع ناس عبيتة حقيقة ان هي ناس عبيتة طيب وصفيننا شنو هاي الصورة اول حاجة حوار عادي حوار عادي بنا انا مش فكرة الحقيقة كانت بتقول ايه بتقولي انا هسافر حاجة كده بقولها لو ما جتي ليش تبقى مشكلة بتاع انا عزماها يعني هي متعودة تبقى معايا دايما في عيد ميلادي فكنا عندها سفر في الوقت ده في رس السنة وابتاع فبقول لها ابدا مش هيحسر بتقولي حاجة يعني بنقول كلام هي زر مع بعض ولا خلاف معايا يسرى يعني حبيبي تقلبي دي دي أختي وأكتر طيب نشوف الصورة اللي بعدها نرجع لبين الاثنين اناس دي غادي وكاملة ابو ذكري بصراحة وبالنسبة لك اتي اشتغلتي مع الاثنين منو بيهم اتي معجبة بأفكارها ورؤيتها أكثر اللي اتنين لا واحدة وما ينفعش طيب طيب اشوف اناس انا اشتغلت معا كتير وكاملة اشتغلت معا كتير فلو انا معترضة على حد مش هتلاقيني كررت طيب لو الاثنين عرضوا عليك عمل بنفس الوقت هعمل للعملين وقال لهم نصقوا بينكم انا مضيعش فرصة اشتغل مع واحدة من المخرجات الكبار بالشكل ده يعني اناس انا عملت معا لحم رخيص وده فيلمه مهم جدا فيه ناس عبيطة بتفتكر لما تقول كلمة لحم رخيص انه ده يضايقني ده من الافلام المهمة جدا كفكر يعني فكر مهم وجريء وعملت معا فيلم دانتلا تحفة بموت فيه في فيلم دانتلا فيه كوميديا راقية شيك وكاملة عملت معاها اجمل اعمالي عملت معاها واحد سفر وعملت معاها يوم للستات وعملت معاها بتلوع الروح لا انا بموت يوم للاثنين والاثنين صديقاتي جدا